قال الأزهر الشريف إنه بقلق بالغ تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك محذرا من استمرار الانتهاجات الصهيونية بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين التي من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم وتهديد استقرار المنطقة بأسرها وأكد الأزهر الشريف بيانه رفضه القاطع للإجراءات الاستفزازية كافة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين الفلسطينيين الراغبين في أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك